إلى تفاصيل هذه النشرة أهلا بكم دعا محافظ صلاح الدين الدكتور المهندس عمار جبر خليل إلى توجه لإنشاء محطات الطاقة الشمسية لدعم إنتاج الطاقة الكهربائية وزيادة ساعات التجهيز في المحافظة وأشدد المحافظ خلال اجتماع مع مدير الدوائر بحضور مدير عام الشركة العامة لإنتاج الطاقة الكهربائية المنطقة الشمالية المهندس وليد خالد على أهمية التعاون والتنسيق بين الدوائر لغرض الانتهاء من إعداد الدراسات الخاصة باتباع الطاقة النظيفة في أسرع وقت ممكن وأكد المحافظ ضرورة تجاوز الروتين من أجل استكمال الموافقات الخاصة بمشروع الطاقة الشمسية مع الوزارات وحسب عائدية الدوائر للانتقال إلى مرحلة التنفيذ والذي تعطيه حكومة المحافظة أولوية استثنائية حيث خصصت له الأراضي المناسبة